اليوم هم الأردنيين الفقر والبطالة صحيح الفقر شو عملنا فيه أنا بقول لك وعلى هالسيرة الناس بتسأل على خط الفقر و قديش و قديش خط الفقر وعدتنا من زمان يا سيدي أنك تحكي بنا قديش خط أنا بقول لك شو اللي وعدت فيه و شو اللي إحنا ملتزمين فيه بالمناسبة إحنا قلنا من زمان أنه نسبة الفقر بالأردن حوالي 15.7% هذا أعلننا عنه من زمان من زمان قلنا أنه هناك حوالي مليون مواطن نقدر نعتبرهم فقراء لكن الآن في المعايير العالمية لدراسة الفقر بتقول لك الفقر متعدد الأوجه أحيانا سبب الفقر هو عدم وجود تأمين صحي لدى الأسرة وهذه الأسرة عندها شخص مسن أو شخص عنده إعاقة يتطلب كلف عالي أحيانا سبب الفقر هو فقر حقيقي في الراتب و في الأجور و في الدخل مرات الدخل من مصادر أخرى يكون عنده إحنا اليوم بموسم الزيتون من بيع الزيتون أو الخضرة أو الكذا يفوق دخله من الراتب أشكال الفقر تختلف و بالتالي معالجة الفقر تختلف من فئة حجم الأسرة يؤثر اللي راتبه سبعمائة دينار اليوم إذا عنده عشر عشر أفراد في الأسرة ما رح يكفي اللي راتبه سبعمائة دينار وهو لحاله يعيش كويس فلم يعود هناك مقياس سطر واحد خط واحد نقطة واحد نسميها هذا هو خط الفقر إذا أنت تحته يا ويلك وإذا أنت فوقه بشحطة أنت بتجنه وإذا أنت تحته أنت بجهنه ليس هيه لذلك مشروعنا فيما يتعلق بالفقر هو الدعم التكميلي إحنا نشوف شو اللي ناقصك هل ناقصك الجانب المادي في دعم مادي هل اللي ناقص تغطية لكلف النقل أو للصحة أو للتعليم بنركز عليها ويكون فيه وهذا بدنا فيه وفيه أرقام كويسة حققناها لغاية الآن يعني إذا بس الأهم منه اللي أنت سألت عنه موضوع التشغيل لأنه إحنا بالأردن خليني أكون واضح إذا ما عالجنا تحدي التشغيل لن نتمكن من معالجة تحدي الفقر بشكل جذري لأنه التشغيل هو المشكلة الأساسية التي إذا حلناها إذا صار فيه فرد وفردين وثلاثة يوما ما بالأسرة الكبيرة بيشتغلوا هيك الكل بيشيل مع بعض وهذا المؤشر الخطير في الأردن مقارنة مع معظم دول العالم هو نسبة المشتغلين إلى غير المشتغلين وهي نسبة متذنية بس أنا بذكر أنه في موضوع خط الفقر نسبة الفقر وعدد الفقراء هو المؤشر اليوم وإنتوا ما رح تطلعوا إشيء اسمه خط فقر انتهى هذا معادلة لن تكون بهذه الطريقة خط الفقر أنه كان موجود اللي كان وكان موجود في كل العالم هلأ الناس بتقول لك تعالي يا عمي أنت تطلع على بتقسم التوزيع الدخول وليس الأجور بالمناسبة يعني الأجر دائما هو جزء من الدخل مرات تكون مأجر غرفة مرات مأجر شقة تانية مرات عنده دخل من مصادر أخرى مرات أبناءه من الخليج بيساعدوه به هذا هو الدخل وهذا يختلف عن الأجر ونتطلع على استمرارية هذا الدخل فلذلك يعني لم يعد من المجد أن تطلع على رقم واحد وتختزل هذه الظاهرة المعقدة اللي بدها حلول تختزلها برقم وتقوله أنت فوق السطر وأنت تحت السطر طيب شكرا شكرا